السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب تانية سنوية ان شاء الله في الفيديو ده هشرح لكم درس النقل في الإنسان من مادة الأحيان هنفهم يعني يا أصلا الجهاز الدوري وإيه هي مكونات الجهاز الدوري اللي هو القلب والدم والأوعية الدموية وهنعرف كمان أن فيه عندي نوعين من الدورة الدموية فيه دورة دموية مغلقة ودورة دموية مفتوحة الإنسان الدورة الدموية بتاعته من النوع المغلق وهنفهم كويس قوي تركيب القلب القلب بتتكون من إيه والدورة الدموية بتبتدي فين وتنتهي فين وهنفهم مكونات الدم بس الأول تعالى ناخد نبزة بسيطة كده عن موضوع النقل أنا عندي النقل في الحيوانات الصغيرة حيوانات مثلا صغيرة زي البراميسيوم زي الأميبة زي حاجة اسمها الهايدرا والبروتوزوة الهايدرا وحاجة اسمها البروتوزوة الكنت دي بتكون تركيبها يعني التركيب بتاعها بيكون بسيط وبالتالي مش بتحتاج إلى أنسجة نقل متخصصة لكن اللي بيكون بيتم النقل فيها عن طريق حاجة اسمها الانتشاب يبقى عندي مثلا حاجة زي أنديل البحر لو جيت تمسك أنديل البحر كده أو تشوف أنديل البحر اللي هو من اللاسعات تيجي تبص عليه هتلاحظ أنه هو أصلا شفاف فهو ما عندهش قلب ولا عنده أو دم ولا عنده أو عيدة موية لشريين ولا أوردة فبقول عليه ما عندهش أنسجة نقل متخصصة طب هو مش بياخد غزة لا هو بياخد غزة طب أما المين اللي بينقل الغزة عنده هو خاصية اسمها خاصية الانتشاب هذا كان بالنسبة للحيوانات البدائية اللي تركبها بسيطة طيب بالنسبة للإنسان لا الإنسان بيكون عنده جهاز نقل متخصص الجهاز النقل في الإنسان اللي هو الجهاز الدوري والجهاز اللي مفاول يعني اللي بيكون مسؤول عن نقل في الإنسان الجهاز الدوري والجهاز اللي مفاول لكن ده شكل الجهاز الدوري وده شكل الجهاز اللي مفاول طيب أنا عندي الجهاز الدوري ده بيتكون من ثلاث مكونات وهما القلب والدورة الدموية أو الأوعية الدموية اللي هما الشرعين والأوردة والشعالات الدموية والدم الثلاث مكونات دول هما المكونات الرئاسية للجهاز الدوري في الإنسان والدورة الدموية بيكون في منها نوعين دورة دموية مغلقة بتبقى مقفولة تلاقيها لفة كده دايرة مقفولة يعني ودورة دموية بتكون مفتوحة الإنسان نوع الدورة الدموية عنده هي من نوع المغلق بتلاقيها دايرة مقفولة كده يعني دا كده من المسيرة طبعا الدورة دموية في الإنسان لكن الدورة الدموية المفتوحة دي بتكون مثلا موجودة في الحشرات في الحشرات والعنكبيات الحشرات والليه والعنكبيات وحاجات مثلا زي العقارب الجنبري دي كلها من أنواع الكائنات اللي بيكون عندها الدورة الدموية المفتوحة طيب تعالى نبتدي من مكان ما وقفنا وقفنا فين وقفنا عند الهضم يعني عند الجهاز الهضم هو بيحصل الهضم طبعا في الفم بعد كده في المعدة ويتم طبعا الهضم النهائي في الامعاء ويتم الامتصاص داخل خملات الامعاء وده كده شكل ايه الخاملة هيت اللي بتكون موجودة فيه اللفايفي والاكل انا بقسمه لون عين نوع بيمشي في الدم ونوع بيمشي في اللمف طبعا اللي بيمشي في الدم هي الحاجات اللي بتكون زائبة في المية اللي هما مين اللي هو طبعا اول حاجة الماء نفسها طيب كمان مين معايا الاحماد الامنية الاحماد الامنية معايا كمان السكريات الوحادية الوحادية معايا كمان طبعا الفيتامينات زي فيتامين بي وفيتامين سي كل الحاجات دي بتمشي في الدم بتمشي فين في الوريد يعني بيتم امتصاصها في الخاملة وتمشي داخل الوريد ده الوريد اللي بيكون لازرق اهوت ووريد صغير كده بيتم ايه بيتم دخول المية والاحماض الامنية والسكرات الوحدية وفيتامينات مثلا زي فيتامين بي وفيتامين سي طيب بالنسبة لللمف لا اللمف بياخد الحاجات اللي مش بتدوف المية زي مين زي عندي مثلا الاحماض الدهنية مثلا الجليسيرين وكمان عندي مثلا فيتامينات زي اللي بتكون موجودة في كلمة اكيد A K ED والمنسبة فيتامين A بالعرب بقى اسمه فيتامين A لانشانا بس وأنا بنبقى عارفين طيب اذا الوقت الرابع عندي طريق ايه طريق الدم وطريق اللمف الطريق التاني الدم ايه بقول عليهP الطريق الزراعي ليه الزراعي لانه بكون فيه مطبطة كتير سقول لك على دلوقتي مطليم وطريق اللمف ده بقول عليه الطريق السحراوي ليه لانه تاني صحراوي تمام يبقى بعد ما يتم الهضم والامتصاص في الامعاء الدقيقة بيبتدى بقى الاكل اللي انا هضمته خلاص كده الغذاء المهضون ده يمشي لاما فيه جزء منه بيمشي في الدم اللي هو المية والاحماض الامنية والسكرات الوحادية وفيتامين بي وفيتامين سي وجزء منه بيمشي في اللم في يعني بيروح الجهاز اللي مفاوي وهو الاحماض الدهنية والجليسرين والفيتامينات اللي بتكون موجودة في كلمة اكيد طيب بص كده معايا ادي كده الدورة دي اسمها الدورة الكبدية طيب انا عندي الأمعاء الدقيقة هيت دي كده الأمعاء الدقيقة اللي بيكون حصل فيها طبعا الامتصاص فاول ما بيتم الامتصاص بيدخل الى طبعا الوريد اسمه الوريد البابي الكبدي او قد بيدخل داخل الوريد فيبدأ يتجمع في الوريد البابي الكبدي هنا كده قبل ما يدخل الى الكبد اسمه وريد بابي كبدي بعد كده يدخل للكبد بعد كده يطلع في وريد اسمه وريد كبدي اهود بعد كده يتجمع في الوريد الاجوف السفلي الوريد الأجوى für السفل ده تبنز للера understandable و وارد باب كيب دخل وارد كيبه الاسم يموت الوارث ثم يدخل القلب عن طريق الوارث يذب الملك ازمه الاين فتلاقي هوات يدخل القلب طبعا عن طريل وريد الأجوة في chimney الوريد الأجوة في العلوي فلما عن طريل وريد الأجوة في dispost العلوي أو الوريد الأجوة في السفلي الله يتقول لي اننا عندي فيتامين دا من الفيتامينات Yang有一ال وانا عندي اللمف دا بتلاقي طريق صحراوي يدخل الطريق في الدم يتلاقي بم Werther في الوريد الأجوة في العلوي يبقى كده فيتامين دي بيدخل القلب عن طريق الوريد الأجوى في العلوي وكذلك فيتامين اي وكذلك فيتامين كي وكذلك فيتامين اي والجليسرير والأحماض الدهنية كل دول بيدخل القلب عن طريق الوريد الأجوى في العلوي إنما الطريق الدمو اللي هو الزراعي بيكون فيه الأحماض الأمنية السكرات الحدية فيتامين بي فيتامين سي بيدخل القلب عن طريق مين عن طريق الوريد الأجوى في السوفلي طيب يبقى أنا دلوقتي جمعت الأكل كله هوت وبدأت أن أنا صبه فين في القلب بالتحديد في الهزين العين يجي هنا بقى دور القلب ان هو ينقل الغزاء ده لجميع اجزاء الجسم يبدأ ان هو ينقل الغزاء لجميع جزاء الجسم عشان كده الدرس بتاعنا اسمه درس النقل النقل في الانسان ليه؟ لان انا هنقل الغزاء ده بقى للخلايا بتاعت جسم الانسان طيب قلتلك دلوقتي انا عندي جهازين مسؤولين عن نقل في الانسان جهاز اسمه الجهاز الدوري짜면 دي كده شكل الموج، الغزاء الدوري حاوت و الجهاز الثاني اللي هو الجهاز المفاول فنبدأ للأول بالجهاز الجهاز الدوري الجهاز الدوري يخت福 من 3 مكونات المقلوب والقلوب وال casuallyّاء الدموية والدم طيب نمسك أول مقلوب مج، hour活 لا يمكن أن نشاهد مكونات القلب بيدايا كده القلب هو عباره عن عدل меньه عدل اجوف يعني على عدل يعني عدل يعني عدل انفر لا بيبقى فاضيude و مج Scottish بيقف افتان فالتجويف الصدريanz سيضا جهة اليسار قليلا جهة اليسار قليل نحية اليسار قليلة يعني ده كده المنتصف لا هو نحية اليسار قليلة طيب بيتم حماية القلب بغشاء اسمه غشاء الطمور يعني الغشاء اللي موجود ده كده اسمه بريكارديم يعني غشاء الطمور وظيفة الغشاء ده انه هو بيعمل ايه بيحمي القلب طيب انا عندي القلب ده بينقسم الى 4 حجرات يعني اربع قوة تخيال معاية كده ان فيه قطين فوق قطين تحت القطين اللي فوق اسمه لازين يعني اللي بيكون فوق اسمها الازين والاوضا لتحت اسمها البطين وطبعا فيه قاعدة اساسية معاية انه انه دايما بتتعامل مع التشريح على اساس انه فيه شخص وايذ قدامك فايمينك يبقي شماله وشماله يبقي ايمينك وشمالك يبقي ايمين وهكذا يعني مثلا هنا كده ده اسمه الازين الايمان الو، اسمه الاوزين الايصر هو بيكون عكسك انت انت بتدرس على شخط مثلا واحد واقف قدامك توضيتك قديمه مين، اكلمه الشماء يمكن мозول اوزين الايمن و اسمه الاوزين الايصر و اسمه البطين الايمن ا هوت اسمه البطين الايصر ه ايرون في وقتling نقوم حاولنا انا عند الالالالقلب ارتلك عن 4 قوات الوضة اللي فوق بقول عليها اسم الوزين و القوضة اللي تحت بقول عليها بوطين يبقى انا عند دلوقتي هسم القلب الاربع تربع اوود الوضة اللي فوق اسمها اوزين يبقى الوضة الناحية اسمها اوزين ايمن تبقى دي مين دي اسمها اوزين ايصر تمام واللي تحت اسمه ايه بطين يبقى دا كده اللي هو الف ده هيبقى بطين ايه بطين ايمن انها حتى ايه هيبقى بطين ايصر ماشي كلام جميل يبقى دا كده شكل القلبة هوت القلبة بتكون من كم قوضة من اربع قوضة القوضة اللي فوق اسمها الاوزين فيبقى معايا اوزين ايمن هوت كده ومعايا اوزين�يصر قدي الاوزين الايصر وكمان القوضة اللي تحت اسمها بطين فيبقى دا كده بطين ايمن وده اسمه بطين ايصر ماشي مبص بقى كده مبدئيا الدم بيتجمع ان من جسم الانسان كله يبدأ ان هو يتجمع من جسم الانسان علشان خاطر يتصب في الأزين الأيمن أنا عندي الوريد الأجوى في السفلي والوريد الأجوى في العلوي بيتفعوا اتفاق كويس جدا بمعنى الوريد الأجوى في السفلي ده بيقولي الوريد الأجوى في العلوي أنا هجيب الدم من الجزء السفلي بتاع الجسم الإنسان اللي هو مين؟ اللي هو الطرفين السفليين يعني تلاقي جاب الجسم كده من الطرفين السفليين ده كده طرف سفلي وده طرف سفلي ماشي هنا كده هو قولك أنا هجيب الدم من الطرفين السفليين ومن البطن ومن الجزء السفلي من الصدر اهو يبقى طرفين سفليين وده كده المنطقة دي منطقة البطن وده كده الجزء السفلي من الصدر ويجي جاي بالدم رايح صبه فين في القلب فين في الأزين الأيمن تمام يوم رضد عليه الوريد الأجوف العلوي وقال لي خلاص ماشي اتفقنا انا هجيب بقى الدم من الدماغ اللي هو الرأس يعني والرأبة والطرفين العلويين يبقى مين اللي بينقل الدم من الطرفين العلويين للقلب هو الوريد الأجوف العلوي لكن من يجب دم من الطرفين السفليين والبطن والجزء السفلي من الصدر هو الوريد الأجوف السفلي والتنين يتجمعوه في الأزين الأيمان طيب يجيبوه دم مؤكسج ولا غير مؤكسج لأ انا نركض بقى كده يعني كلمة مؤكسج وعني كلمة غير مؤكسج انا الدم معي اما دم مؤكسج يعني يحتوي على الأكسجين تمام إنما فيه دم تاني اسمه غير مؤكسش دي أكسجينيت بلد يعني بيحتوي على ثاني أكسيد الكربون فطبعا أنا عندي الوريد الأجوى في السفلي والوريد الأجوى في العلوي بيجيبوا الدم من الخلايا بيجيبوا الدم من الخلايا من تحت من خلايا الجسم فبيجيبوا دم طبعا فيه الفضلات مسواء كان من تحت أو مفوق يعني بيكون فيه ثاني أكسيد الكربون يبقى وظيفتهم إنهما بيجيبوا لي دم غير مؤكسش دم فيه ثاني أكسيد الكربون يبقى كده انا عندي الوريد الاجوى في السفلي دوت بيجيب الدم الغير مؤكسج ماشي بيجيبه منين بيجيبه من الطرفين السفليين والبطن والجزء السفلي من الصدر ويبدأ ان هو يصبه فين في الازين الايمى وكذلك الوريد الاجوى في العلوي بيجيب الدم منين من الرأس والرقبة والطرفين العلويين ويكون دم غير مؤكسج يعني فيه سنة جسود الكربون يبدأ يصبه فين في الازين الايمى طيب ماشي فالدم دلوقتي تجمع من جسم الانسان كله وتصب في الازين الايمى ايه اعمل ايه الازين الايمى يجيواخد الدم اللي تصب فيه ده ويبدأ يفضيه في البطين الايمى ده كده البطين الايمى الايمى الاوضاة اللي تحته تمام فانا عندي البطين الايمى يجيواخد الدم ده وريح ضخه في شريان خلي بقى لك بقى ضخه في شريان اسمه الشريان الرقوي اللي اسمه الشريان الرقوي لابد الوقت عادي حاجة اسمها شريان وشاجة اسمها وريد هو اللي يأخذ الدم عند أن يأخذ الدم بعيد عن القلب الوريد اللي هو هو بيدخل الدم للقلب هو اللي داخل الليه الدم للقلب فانا دلوقتي عندي وعاء دموي خارج من القلب يبقى اسمه شريان رايح للرقتين بيكون في هنا مثلا الرقتين رايح يديهم الليه الدم يبقى اسمه الشريان الليه الرقوي طيب تمام فلما يروح للرقتين الرقتين بيطبعا بيعملوا عملية اسمها عملية تبادل الغازات فيبدأ تبدأ الرقتين هزار سيمها هنا على جنب كده اهو بص كده معايا ده كده اسم الشريان رقوي اهو شريان راوي بيخرج من البطن الايمن ياخد دم طبعا غير مؤكسج يروح يصب الدم ده في الرقتين ففي هنا كده معايا رقتين لا دي مش مش شكل الرقتين خالص تعال تخيل مثلا معايا كده نديري اهيت وديري اهيت تمام يبدأ ياخد الدم ده ويوصله للرقتين فالرقتين ياخدوا طبعا ثاني اكسيد الكربون يخرجوه يخرجو لي مين ساني اكسيد الكربون ويدخلو مين مكانو يدخلو الاكسجين تمام يبدأ حاولو الدم الغير مؤكسج الى دم مؤكسج ويبدأوا يدخلو لي بقى الدم المؤكسج ده فين يبدأ يدخلو الدم المؤكسج الى القلب تاني بس يدخلو عن طريق حكا اسمها الاوردة الرقوية محترمة داخل القلب يبقى اسمه وريد يبقى عندي الوعاء ده كده اسمه وريد رقوي وريد رقوي انا عندي اربعة اربعة اوردة رقوية فقول علي اسمه الاوردة رقوية تمام يصب القلب طبعا يصب الدم فين في الازين الايصر اهو الازين اللي بيكون موجود في الجنب الايه الايصر الازين الايصر ده يبدأ ان هو يصب الدم في البطين الايصر البطين الايصر يبدأ ان هو يصب الدم في شريان كبير اسمه شوريان اورطا شوريان او ليه? الاورطا الاسمه الابهر الي بيوزع الدم على باقية اجزاء الجسم كله اعضاء الجسم عشان كده بيبقى اسمه شوريان الاورطا او الابهر اللي بيخرج منين من البطين الايسر. يبقى تاني كده معي واحدة واحدة تعال كده انا اول حاجة عندي الدم بيتجمع منين؟ الدم بتجمع. الدم طبعا غير مؤكسج بيتجمع من الجزء السفلي من الجسم في الوريد الاجوف السفلي بدا اسمه وريد اجوف سفلي ماشي بياخد دم ملو بياخد دم غير مؤكسج يعني فيه سانوكسيد بكربون غير مؤكسج طيب وعندي في الوريد الاجوف اللي هو العلوي دا اسمه هوت وريد اجوف علوي بيجيب دم برضو غير مؤكسج يبدأوا الاتنين يصبوا فين يبدأوا الاتنين يصبوا في الازين الايمان دا كده ازين ايمان الازين الايمان دا بيصب الدم فين بيبدأ ان هو يصب الدم في البطين الايمان بدا كده اسمه بطين ايمان البطين الايمان دا بيبدأ ان هو يصب الدم في شريان اسمه شريان رقوي يبدأ اسمو كده شوريان رقوي شوريان الرقوي ده يود الدم للرقتين فالرقتين يعملوا عملية تبادل الغازاتي يخرجوه سان اكسود الكربون في عملية اسمها عملية الزفير ويبدأ يدخلو الاكسوجين يدخلو الأمين فيبدأو يرجعو الدم تاني بقى دم مؤقسج يدخل للقلب تاني عن طريق الاوردة الرقوية اللي هي دي اتنين اهمت واثنين اهمت فيبدأ يسمعها اوردة رقوية اوردة رقوية بيجيبولي دم ايه؟ بيجيبولي دم مؤكسر بعد كده يصبوه فين؟ بيصبوه في الوزين الايصر الوزين الايصر يصب الدم فين؟ في البطين الايصر يبا ده كده اسمه بطين ايصر ماشي البطين الايصر ده بيدخ الدم في مين بقى؟ بيدخ الدم في الاورطة ده كده الاورطة او الشريان الابهر اللي بيوزع الدم بقى على جميع اجزاء الجسم يبا دلوقتي عندي واحد دهوت اللي هو مين؟ اللي هو الشريان الاورطة عندي اتنين اللي هو الوريد الأجوى في العلوي والوريد الأجوى في السفلي ده كده العلوي وده السفلي عندي تياتا اللي هو الشريان الرأوي عندي اربعة اللي هي الأوردة الرأوية طيب بالنسبة بقى لسمك حجرات القلب من عند القلب أربع حجرات وزين أيمن وزين أيسر بطين أيمن وزين أيسر طيب السمك بتاع الجدار اسمه عضو عضلي أجوف يعني عبارة عن عضلات سمك الجدار بيكون متساوي لا طبعا بيختلف ليه بيختلف لو جيت بص كده على القلب هتلاحز مثلا ايه ده كده سمك الجدار بتاع الازين الايمان وده سمك الجدار بتاع الازين الايصر هتلاحز ان النفس سمك الجدار وبيبقى سمكه قليل ليه لان انا وظيفة الازين ده اصلا ان هو ياخد شوية الدم الصغيرين اللي هم ياخدهم دول يحطوهم في البطين فما بيعملش حاجة ما بيعملش مجهود فتلاقي السمك بتاع الجدار بتاعه الصغير لو كنت علي اONG tulき اوه لها بص على البطين الايمان تايجي تلاقي السمك بتاعه الجدار في بيعملش حاجة ليه لانه يضخ الذم للرقتين بيصل الدم لمين فدي مسافه طويله طيب بص متى البطين الايصر يا النهر ابي اصلت لليه السمك بتاعهζ كبير utmost ليه السمك بتاعه كبير لانه يضخ الدم لجميع اجزاء الجسم يبالة دروقتي معاية انا عندي الصغيرين السمك الصغير ده Sami سمك الصغير دا يبقى كده وزين. والاتنين سمكهم بيبقى صغير لان وزفتهم ضعيفة. هم يضبك بيدخوا الدم في البطين بس. طيب انا عندي اللي باللون لاخدر دا? لا باللون لاخدر دا بقى سمك كبير شوية. بدا كده بطين بطين ايه? بطين ايمن. ليه? لانه بيدخ الدم للرعتين. انما اكبر حاجة خالصة عندي اللي هو البطين الايسر. ليه? لان دا بيدخ الدم الجميع اجزاء الجسم كله. يبقى اسمه بطين ايه? بطين ايسر. يبقى دا الاختلاف بتاع سمك وحجرات القلب. الوزينين الصغيرين. سمكهم بيبقى صغير. بعد كده بنكبر شوية يبقى بطين ايمن. بعد كده اكبر حاجة خالص اللي هو البطين الايه? البطين الايسر. دي انه بيدخ الدم الجميع اجزاء الجسم. طيب تعال نراجع تاني. نراجع كده تاني هو. انا عندي الدورة الدموية. اه فيها نفهم بعد كده ان شاء الله انا عندي دورتين دمويتين. دي غير الدورة البابية الكبدية. في دورة اسمها دورة رقوية صغرى. دي دورة دورة صغيرة يعني. وفي دورة اسمها دورة جهازية كبرى. ماشي. اه بدون اي لغبطة سيبك من الدورتين دول دلوقتي. انا عايزك بس ان تفهم ان الدم بيتجمع من الجزء السيفلي من الجسم في الوريد الاجوة في السوف Elite ده كده الوريد الاجوة في يعيه? السوفلي والوريد الاجوة في relationship. في لأه في يبدأ يدخل القلب عن طريق الوزين الايه? الإيه. الإذين الايم. فالوزين الايمن يضخ الدم للبطين الايمة. البطين الايمن يضخ الدم في الشريان الرأوي يروح للرئة فتعمل تباد الغازات. فتجيبلي. بعد كده مين? تجيبلي طبعا دم مؤكسج. فيبدأ يدخل القلب عن طريق الوريد الرأوي. بالوريد الرأوي بيصب الدم في الوزين الايصر. الوزين الايصر يضخ الدم في البطين الايصر. بطين الايصر يضخ الدم في الشرين الاورطة اللي بيوزع الدم كله على جميع اجزاء الجسم. طيب تعالي نشاه بقية سمامات القلب. القلب ده بيكون عنده اربع سمامات. اربع ايه? اربع سمامات. اول طبعا وظيفة الصمام انه يعمل على مرور الدم في اتجاه واحد وظيفة الصمام انه يعمل على مرور الدم في اتجاه واحد يعني مثلا الدم لما بتجمع من الوريد الاجوى في السفلي والوريد الاجوى في العلوي بيبدأ يصبوا فين؟ بيصبوا في الازين الايمن ماشي ادي كده الازين الايمن الازين الايمن ده بيدخ الدم الى داخل البطين الايمن طيب، مهدلم ده كده ممكن يرجع ثاني للازين الايمن لا بيكون فيه صمام هنا كده هوت الصمام ده اسمه صمام سلاسي الشروفات يعني عباره عن ثلاث شروفات كده بيتلاقي فيه شرفة اتنين مثلا ثلاثة ثلاث شروفات بيعملوا ايه؟ بيعملوا على مرور الدم 177.0 من الحرات من الازين الايمن للبطن الايمن والبل bisiceno والصمام ده اسمه ايه ؟ صمام ثلاثي الشروفات يبين هو الصمام اللي بيعمل على منع اشرفات. طيب بعد كده البطين الايمن ده بضخ الدم فين? في الشريان الرقوي. ده كده اسمه الشريان الايه? الرقوي هون. شريان رقوي. طب ما الدم كده ممكن يرجع تاني. اقول لك لأ. نتخلي بقى لك بقى ان فيه صمام هنا كده اسمه صمام رقوي. الصمام ايه? اسمه صمام رقوي. بدا كده في صمام اسمه صمام رقوي. بيمنع رجوع الدم للبطين الايه? للبطين الايمن. طيب بعد كده الدم بيروح للرقتين ويرجع تاني للقلب طبعا بيتصب فين بيتصب في الأزين الأيسر في الأزين الأيسر بيصب الدم في البطين الأيسر البطين الأيسر طبعا بيجي ضخ الدم في الأورطة طب وهو بيضخ الدم في الأورطة ممكن يرجع تاني للأزين الأيسر لا أقول لك مايرجعش ليه مايرجعش لأنه بيكون عندي صمام اسمه صمام سنائي أشرفات صمام اسمه صمام سنائي أشرفات وليه اسمه تاني اسمه صمام مترالي وده طبعا دخ الدم الجميع عجزاء الجسم عشان كده تلاحظ ان الجدار بتاعه بيكون قوي اهو سميك وقوي وبالتالي لما يجي دخ الدم في الشريان الاورطة بيكون فيه صمام هنا بيمنع رجوع الدم تاني للازين الايسر الصمام ده بيكون تحت ضغط عالي جدا يعني ممكن ان هو يتعرض ان هو طبعا ايه يحصل له خلل او يحصل ان هو يحصل فيه خلل فيرجع الدم تاني للازين الايسر فلازم يكون فيه صمام قوي من الصمام القوي ده اللي هو الصمام الميترالي او صمام سنة الاي الاشرفين تمام بيعمل امنع رجوع الدم الى الازين الايسر فضل اخر صمام معي هو الصمام طبعا الى بيمنع رجوع الدم من الاورطة الى البطين الايسر الصمام ده اسمه الصمام الاورطة طيب انا عم discontinسة بيكون فيه منهم فى نعين وفيه بقول صمامات هلالية صمامات هلالية وفيه صمامات اسمها Grass I'm doing ذات الشرفات الصمامات الهلالية من الصمام الرعوي اللي بيمنع رجاله الدم طبعا للبطين الايمان و الصمام التاني الشرع dissipating السمام ده السمام دا اسمها سمام هلالية اللي هو مين الصمام الراوي والصمام الاورطة طيب الصمامات ذات الشرفات انا عندي صمام سلاسي الشرفات وصمام تاني اسمه سناي الشرفات اللي هو المترالي ولي هو اسمه طبعا تاني اللي هو الصمامات الاوزينية البطاينية ليه الاوزينية البطاينية؟ لانهم بيكونوا موجودين ما بين الاوزين ولا بطين يبقى الصمامات ذات الشرفات دي اسمها صمامات اوزينية بطاينية بتكون موجودة ما بين الاوزين والبطين طيب تعالي راجع على الكلام ده تاني بص كده أنا عندي الدم بيتجمع من الجسم كله في الوريد الأجوى في العلوي والوريد الأجوى في السفلي يصب فين؟ يصب في الأزين الأيمن طيب بعد كده الأزين الأيمن بيصب فين؟ بيصب في البطين الأيمن بيمنع رجوع الدم من هنا مين؟ صمام اسمه؟ صمام سلاسي الشرفات صمام سلاسي الشرفات بعد كده البطين الأيمن ده بيصب الدم فين؟ في الشريان الرأوي بيوديه فين؟ بيوديه للرائتين علشان الرائتين يخرجولي يكون هناك ناساً هنا فيه كده الرائتين همت يخرجولي مين؟ يخرجوا ثاني أكسيد الكربون ويبدأ ان هم يدخلوا الأكسجين ويرجعوا الدم طبعاً فيصبوا فين؟ يصبوا من الرائتين في الوريد الأوريدة الرائوية اللي عادتهم كام؟ العادتهم أربعة طيب الصمام اللي بيكون موجود ما بين البطين الأيمين والشريان الرائوي اسمه اسمه صمام رائوي بيمنع رجوع الدم طيب بيمنع رجوع الدم المين؟ للبطين الأيمين طيب تمام؟ بعد كده الدم يروح للرائتين فيحصل تبدل الغازات يخرج سانوكسود الكربون يدخل الأكسجين يرجع الدم تاني في الأوريدة الرائوية فيدخل إلى الأوزين الأيسر الأوزين الأيسر يبدأ ان هو يدخ الدم للبطين الأيسر فيه صمام هنا صمام قوي اسمه صمام سنائي الشرفات وليه اسمه تاني اسمه صمام مترالي طيب بعد كده البطين الأيسر ده بيبتد ان هو يدخ الدم في الشرين الأورطة اللي بيوزع الدم على الجسم كله ففي هنا صمام اسمه صمام ايه صمام اورطة صمام اورطة يبدأ كده القلب بيحتوى على كم صمام اربع صمامات اتنين هلاليان اللي هو الرائوي والاورطة واتنين صمامات ذات الشرفات اللي هم صمام ثلاثي الشرفات وسنائي الشرفات ولو لاحظت كده انا بقسم القلب طوليا يعني باجي كده بعمل خطة هوت بالطول فبقسم القلب النصين جانب ايمن وجانب ايصر الجانب الايمن ده بيحتوي على دم غير مؤكسج لو لاحظت كده لونه ازرق يعني دم غير مؤكسج يعني بيحتوي على ثاني اكسيد الكربو طيب والجانب الايصر بيحتوي على دم مؤكسج يعني بيكون فيه اكسوجين طيب فيه اطفال بيكون عندهم عيب خلقي مولدين بحاجة اسمها سقب في القلب سقب في القلب يعني بيجي عند الحاجز بتاع اللي بيفصل ما بين البطاينين دول بتلاقي فيه سقب هنا كده فلو حصل فيه سقب هنا بلاحظ ان بيختلط الدم الغير مؤكسج اللي موجود هنا في الجانب الايمن بالدم المؤكسج الموجود في الجانب الايصر ايبا لما اقولك انا فيه مثلا لو حصل سقب في القلب في الاطفال طبعا بيكون عندهم عيب خلقي سقب القلب ده بيعمل ايه هتقول لي بيختلط الدم الغير مؤكسج بالدم المؤكسج وبتلاحظ الاطفال ده كده طبعا خلاص الخلايا بتاعتهم بيروح لها دم غير مؤكسج يعني فيه سنكسود الكاربون فبتلاحظ ان جسمهم بيبقلونه مزرق وشهم كده مزرق وجسمهم مزرق ليه لان الدم الغير مؤكسج بيروح للخلايا بيختلط بالدم المؤكسج بدا اسمه حالة ايه صق بالقلب طب تعالوا شوف كده منظر الصمامات من فوق ده شكل طبعا الصمام اللوي ثلاثي الشرفات اللي بيكون موجود في الجانب الايمن بيفصل ما بين الازين الايمن والبطين الايمن الاقوى اللي هو سناء الشرفات وللي اسمه تاني اسمه مترالي سمام مترالي بيكون موجود في الجانب الايصر بيمنع مرور الدم من البطين الايصر الى الازين الايه الايصر ودي السمامات الهلالية هيت بقى ده السمام اللي هو الاورطة وده السمام الراوي اسمها سمامات هلالية ده كده شكل السمامات من فوق عشان بس اني بعارفين شكلهم من فوق طيب نوضع تبادل بقى الغازات اهوات انا عندي اللبين الى الدم نعم بص كده الصورة دي انا عندي دورتين دورة دموية اسمها الدورة الرئوية الصغرى والدورة الجهازية الكبرى الدم طبعا بيتجمع من الجسم كله في الوريد الاجواف السفلي والوريد الاجواف العلوي يصب في الازين الايمن الازين الايمن يصب في البطين الايمن اللي بيدخ الدم في الشريان الرئوي ده كده الشريان ليه الرأو ويبدأ ان هو ينقل الدم للرأتين فيحصل تبادل غزات يحصل تبادل ايه غزات بيكون معايا كرات دم حمرة كرات الدم الحمرة دي هي اللي بتنقل سنكسود الكربون بتديل الخلايا هوات ده كده شكل الرأة وده حاجة اسمها حويصالات هوائية انا اخوتها قدام ان شاء الله يعني الحويصالات الايه الهوائي بيحصل فيها عملية اسمها عملية تبادل الغزات فده كده شكل ايه شكل الدم هوات فده بيكون دم غير مؤكسش جاي من القلب دم ايه غير مؤكسش فيه كرات دم حمرة وفيها سنكسود الكربون فأولا بتيجي هنا كده بتنقل سنكسود الكربون تدخلوا لفين تدخلوا للحويصالات الهوائية عيت وتاخد مكانه اكسوجين فيتحول الى دم ايه الى دم مؤكسش طبعا عملية تبادل غزات بتحصل فين في الرأتين اهوت يجي مطلع سنكسود الكربون ويدخل مكانه اكسوجين بعد كده يرجع الدم تاني بقى دم ايه مؤكسش للقلب تاني عن طريق الاوردة الرأوية العدادهم اربعة فيدخل الولوزين الايصر اللي بيصب بعد كده في البطين الايصر اللي بيصب بعد كده في الشريان الاورتة اللي يوزي على الجسم كله فيروح طبعا ينقل سنكسود الكربون والاكسوجين لخلايا الجسم وهكذا ينقل الاكسوجين وياخد سنكسود الكربون تاني وهكذا يرجع تاني كمان للقلب عشان خاطر يعمل نفس الفكرة واكلم سريع كده كمان مر كمان مر عشان خطر الموادrag من الموبطناخش الدم الكل بيتجمع من الوريد الاجوي في السفلي الوريد الاجوي في السفلي يجمع boca الدم من الطرفين السفليين و البطن والجزء السفلي من الصدر والوريد الاجوي في الاولي بياخد الق lesserسuke طبعا دم اكون أو muchaabi مع المخ دماغ الراقبة والطرفين العلويين ويسبوا فالقوزين الايمان الوزين الايمان دة بيجمعбы ويبدأ ان هو يصب فين في الصمام ثلاثي الشرفات تمام بيبدأ ان هو يصب في البطين الايمن واللي بيمنع رجوع الدم من الصمام ثلاثي الشرفات ماشي بعد كده البطين الايمن بيبتدي ان هو يصب في الشرين الرأوي اللي بيودي الدم للرأتين فيحصل تبادل غازات فيرجع الدم تاني في الوريد الرأوي للازين الايصر اللي بيصب بعد كده في البطين الايصر ويمنع رجوع الدم من الصمام ثلاثي الشرفات او ما يسمى الصمام المترالي ودي كاسمها العضلة القلبية طبعا اكبر الجدرانسوم كان هو البطين الايصر وبعد كده البطين الايمن وبعد كده الازينيه بعد كده البطين الايصر بيبتدي يصب الدم في الشريان الاورطة اللي بيوزع الدم على الجسم كله فيه بقى بعد كده هندخل على ده خلاص ندخل بقى ضربات القلب القلب ده دربات بتاعته بتنشأ ذاتيا زاتيا ليه ذاتيا لان طبعا اللي بيكون مسؤول عن انقباض وانبساط القلب بتكون عدلة او بتكون عقدة عصبية اسمها العقدة الجيب ازينية دي هي اللي بتنقبض وتنبسط فبتسبب انقباض وانبساطي ليه القلب طيب القلب ده دلوقتي لو طلع بره الجسم هيفضل ينقبض وانبساط عادي اه هيفضل ينقبض وانبساط عادي يعني احنا لو شناه من الجسم كده طلعنا بره هينقبض وانبساط عادي ليه لان اللي بيكون مسؤول على الانقباض وانبساط بتاع القلب هي عقدة اسمها العقدة الجيب اوزينية موجودة اصلا جوه القلب فانت لما بتطلع القلب هي بتكون موجودة جوه فبص كده انا عندي الجزء ده اسمه الازين الايم بيكون في عنده جيب هنا صغير كده الجيب ده بيكون في عقدة بيكون في عقدة عقدة عصبية عايزة يطلع لها اسم طبعا عقدة موجودة جوه الجيب بتاع الازين الايمان فقولي عليها عقدة جيب يعني موجودة في الجيب اوزينية عقدة جيب اوزينية اول من الدم يتصب من الوريد الاجوة في العلوي والوريد الاجوة في السفلى الى داخل الاوزين الايمن بتبتدي عنقضة دي تنقبض يعني يحصل لها اصاره تمام فتبدا ان هي تسبب اصاره الاوزينين فتخلي الاوزينين لانهيين خلي بالك بقى الاوزينين بينقبضوا مع بلاد الايمن بينقبضوا مع الاوزين الايصر مين الذي يخليهم ينقبضوا انت يعني الرheidية rotations طيب تسقط لعمة سكوتشي ده بتاخد الاشارة بعد كده تنقلها لعقدة تانية العقدة التانية ده هي بتكون موجودة ما بين الأزين والبطين ما بين الأزين والبطين اسمها عقدة أزينية بطينية يبقى اسمها عقدة أزينية بطينية طيب يبقى تاني كده الدم أول ما يوصل للأزين الأيمن من اللي بيحصل له ايسارة عقدة بتكون موجودة في جيب ال�زين الأيمن اسمها عقدة جيب أزينية بيحصل لها اصارة فبتسبب إنقباض الأزين ي tungper الاثين العيمن والأزين الأيسر طب تسكت على كده لا ما تسكتش على كده تروح تسبب اصارة للعدا الأزينية البطينية اسمها عقدة أزينية البطينية لانهاتكون موجودة ما بين الازين التي فوق وبين البطن التي تحت طيب بت كافي تملي العقدة الاؤينية البطينية بتبدأ إنها تنقل الإشارة في ألياف أهيت ألياف موجودة في الحاجز بتاعها حاجز الألف اسمها ألياف هس ألياف هس طيب بعد كده ألياف هس دي بتبتدي إنها توصل هنا كده وتوزع الإشارة على حزمة يمين وحزمة شمال الحزمة دي اسمها حزمة باركنجي حزمة باركنجي فحزمة باركنجي تبتدي إنها تنقل الإشارة للعضلات بتاعة البطينين يبقى أنا دلوقتي عندي عضلات البطينين دول بياخدوا اشارتهم من مين بياخدوا اشارتهم من حزمة باركنجي طب هي حزمة باركنجي ده هي بتاخد اشارتها من مين من الياف هس طب هي الياف هس دي بتاخد اشارتها من مين من العقدة الوزينية البطاينية طب العقدة الوزينية دي بتاخد اشارتها من مين من العقدة الجيب الوزينية طب مين اللي بينبه العقدة الجيب الوزينية طبعا نصول الدم الى الوزين العين فانا عندي دلوقتي القلب ده لما بجأ سيمون الصين النص اللي فوق دهوت بينقبض الاول اللي هم الازينين بفعل مين بفعل العقدة الجيب ازينية طيب بعد كده العقدة الجيب ازينية بتاني الاشارة للعقدة الازينية البطينية عشان خاطر ينقبض النص اللي تحت لبا ده كده بالترتيب النص اللي فوق ينقبض بعد كده الاشارة للنص اللي تحت عشان ينقبض فتعالا نشوف التاني هوت اول حاجة الدم اول ما بيوصل للازين الايم بسبب اصارة العقدة الجيب ازينية اهيت فلو اقدر جيب اوزينية تعمل انقباض مين انقباض الوزينية فتسبب انقباض هوات الوزينية بعد كده تنية الاشارة للعقدة الوزينية البطاينية ماشي بعد كده العقدة الوزينية البطاينية تبتدي انها تنية الاشارة الى الياف اسمها الياف هس اهيت الياف هس ده بتروح تنية الاشارة لحزمة اسمها حزمة باركنجي حزمة اسمها حزمة باركنجي بعد ذلك عندي اهوت لو هتنبص على ترتيب ادي واحد اهوت القلب في مرحلة انبصات عادي خالص بعد ذلك يوصل الدم للازين الايمان بعد ذلك العقدة الجيب اعطالها اصارة في سبب انقباض الازينين يعود يشارة الىۧ ازينية البطينية فالعقدة الازينية البطينية تبتد أن تنقل الاشارة إلى اليفهس اليافهس تتوزع الاشارة على حزمة باركنجي ثاني اهوت منظم ضربات القلب طبعا اسمه هي العقدة الجيب اوزينية دي كده العقدة الجيب اوزينية موجودة في جيبي الاوزيني الايمي طيب بعد كده بتساب تني الاشارة المين تني الاشارة للعقدة الوزينية البطاينية يعني انا مش عايز اكتمل من المعلومات او ان انا بعيد المعلومات عشان خاطر الموضوع ده هو بسيط بس محتاج ان انت تكرر معي وتقول معي اكتر من مرة تمام العقدة الجيب اوزينية تبتدي انها تني الاشارة الى حزمة اسمها حزمة او اليافهس اليافهس بعد كده بيبدأ ان هي تتوزه على حزمة باركنيزي حزمة باركنشي ده بردو الشكل هوت قط انا القلبي بكون ازينية. بتاني الاشارة للازينية. وبعد كده تجريح هنقلها للعقدة الازينية البطينية. اللي بتمشي الاشارة طبعا في حزمة اه في الياف اسمها الياف هس. اللي بتوزحها على حزمة ايه باركنجي. طيب نيجي نشوف بقى اصوات القلب. انا القلبي بيكون عند لي صوتين. صوت بيكون غليز وطويل. الصوت الغليز وطويل ده سبب ايه? سبب وغلق. غلق مين? السمامات. ذات الشرفات. غلق الصمامات ذات الشرفات. لكن الصوت الحد والقصير ده بيكون سببه غلق الصمامات الهلالية. غلق الصمامات الهلالية. خلي بقى انا عندي الصمامات بتاعت القلب دي. نرجع كده هنا. الصمام مثلا الصمام اللي هو. هزين صورة تكون فيها صمامات القلب. نبص هنا كده. شايف الصمام ده. الصمام ثلاثة الشرفات. والصمام ثنائي الشرفات. لما بيتقفلوا. يعني الصمام ده. بيتقفل في الوقت اللي بيتقفل الصمام ده. فبيدوني صوت اسمه صوت غليز. غليز وطويل. طيب. في اللحظة اللي الصمامات ده هيت بتقفل الصمامات الهلالية بتكون مفتوحة. ايبانة ثاني. الصمامات ذات الشرفات لما بتقفل بتديني صوت اسمه صوت غليز وطويل. او صفته يعني صوت غليز وطويل. طيب الصمام دي لما بتقفل الصمامات الهلالية اللي هو مين؟ الصمام الرقوي والصمام الاورتة بيكونوا ما لهم بيكونوا مفتوحين. طيب لما الصمامات الهلالية تفتح بقى. الصمام ده يفتح. والصمام ده يفتح. بيدوني صوت ولم ينحن ناسم صوت حد وقصير حد وقصير حد و pacير ماشي الصوت الحد و قصير ده سبب وقلق الصمامات الهلله يعني الصماما الاورطة بيكون مقفول الصمام الراوي بيكون طب لما الصمامات اله shots تكون مقفولة الصمامات عملاءkeit تكون سم صمامات هللية وصمامات ذات الشرفات الصوت الغليز والطويل بينشأ نظام نتيجة غلق الصمامات ذات الشرفات تمام يبقى الصمامات الهلالية مالها الصمامات الهلالية بتكون مفتوحة طب والصوت التاني بيكون صوت حد وقصير سببه ايه غلق الصمامات الهلالية تبقى الصمامات ذات الشرفات مالها الصمامات ذات الشرفات بتكون مالها بتكون مفتوحة طيب نحن هنا في الحتة اللي فاتت دي تكلمنا على انقباض القلب طيب الانقباض الطبيعي للقلب اللي هو بيكون حوالي 70 دقه في دقيقة يعني القلب بينقبض بمعدل كم؟ بمعدل 70 دقه في كل دقيقة طيب في عوامل بتزود من معدل النبض ده اه في عوامل منكم انها تزود معدل النبض ده وفي عوامل تانية بتقلل معدل النبض ده طيب مين اللي بيزود نبض القلب؟ في عندي عصب اسمه العصب الحائر وفي عندي عصب تاني اسمه العصب السنبساوي العصب الحائر دايما افتقار كده كلمة الحيران او المتردد ده دايما بيرجع لورا فالعصب الحائر ده بيقلل من معدل ضربات القلب لكن العصب السنبساوي ده بيزود من معدل ضربات القلب طيب في عندي حاجات مثلا الواحد ممكن يمارسها في حياته اليومية تزود نشاط العصب الحائر فيقلل من معدل ضربات القلب اه زي مين؟ زي مثلا الحزن الحزن ده بيزود مين؟ بيزود نشاط العصب الحائر فيقلل معدل ضربات القلب زي مثلا النوم فالنوم برضو يقلل معدل ضربات القلب عندي مثلا الفرح الفرح ده بيأثر على العصب السنبساوي فبيتزود معدل دربات القلب عندي كمان بازل مجهود بازل مجهود مثلا رايح الجم ولا بتاع الحاجات دي كلها بتأثر على العصب السنبساوي فبتزود معدل دربات القلب بعد كده الاستيقاظ برضو بعد الاستيقاظ مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم الحاجات دي برضو اللي بعد الاستيقاظ من النوم بيبتدي ان هو يزيد معدل دربات القلب يبني عندي عصبين عصب الحائر بيقلل معدل ضربات القلب من اللي بيأثر عليه الحزن والنوم وعصب سمبساوي بيزود معدل ضربات القلب من اللي بيأثر عليه الفرح وبازل مجهود والاستيقاظ بعد الاستيقاظ طبعا من النوم طيب وكذنا خلاص برضو خدنا الأصوات بتاعت القلب هنا بيقول لك إيه تطبيق إذا علمت أن كمية الدم اللي بتخرج في النبضة الواحدة للقلب في النبضة الواحدة للقلب يكون حوالي 70 مليلتر في كل نبضة فكل نبضة بيكون 70، احسب كمية الدم المتضفقة خلال دقيقة وكمية الدم المتضفقة خلال ساعة يعني دلوقتي انا عندي في النبضة الوحدة بيكون 70 ملي طيب، هو الطبيعي كام؟ الطبيعي 70 نبضة 70 نبضة في ان في الدقيقة يب manifضب الناش لنا عايز بقى كمية الدم المتضفقة خلال ذي يبقى تضرب 70 في السبعين يدوني كام? 490 ملي لتر يعني حوالي 5 لتر يبقى في الديئة الواحدة تضرب 70 نبضة في 70 ميلي يدوني 4700 4900 يعني حوالي كم 5 لتر طيب عايزين في الساعة لا هتضرب اللي بقى دي تضرب اللي في الديئة الواحدة في 60 بقى يعني 70 في 70 في 60 فيدوني حوالي 294 ألف ميلي لتر يعني حوالي 294 لتر 294 لتر في الساعة 294 لتر 305 لتر في الساعة الوحدة بيضخهم القلب طبعا عندي حجم الدم القدي بيكون من حوالي 5 ل 6 لتر من 5 ل 6 لتر طبعا القلب بيضخهم كلهم في الديئة الوحدة من 5 ل 6 لتر طيب نيجي بعد كده اللوعية الدموية أنا عندي لوعية الدموية ثلاثة حاجات شريين وأوردة وشعيرات دموية الشريين ده وظيفته هو أن بين ال الدم من القلب للأعضاء يعني ياخد الدم هو ده كده القلب ياخد الدم من القلب يبدأ ان هو ينقله للأعضاء انما الوريد الوريد ده وظيفته ان هو بياخد الدم من الأعضاء ينقله للقلب يعني دي كده الأعضاء طبعا الانتين عكس بعض فالوريد ياخد الدم من الأعضاء يوصله لمين يوصله للقلب يبن عندي الشريان بينقل الدم من القلب للأعضاء الوريد عكسه ياخد الدم من الأعضاء يوصله للقلب نبتدي بأول حاجة الشرعية هو المفروض ان انا اجيبها اصلا بصيغة مقارنة كده يعني الطبيعي ان انا اجيب المضاوضة بصيغة مقارنة بمعنى تعال ارسمها هنا كده بص انا عندي الشريان الجدار بتاعه بتكون من 3 طبقات طبق هنقولها على طبق داخلية كده طبق داخلية هيت هات هنا الشريان اوه دي كده طبق داخلية ماشي الوريد برضو بيكون عنده طبق داخلية هيت ماشي بعد كده الشريان ده يكون عنده طبق متوسطة اللي هي العضلات اللي في النص دي دي كده عضلات عضلات اسمها عضلات ايه؟ عضلات ملساء دي كده عضلات ملساء دي كده عضلات ملساء طيب ماشي عضلات ملساء برضو الوريد بيكون عنده عضلات ملساء بس السمك عضلات الملساء في الوريد بيكون اقل من سمك العضلات الملساء في الشريان شريان ده كده وريد اهوت وده سمك الطبق طبعا المتوسطة بعد كده بيكون عنده طبق خارجية بقى خالص طبق خارجية بتكون من نسيج ضامة ده كده الطبق الخارجية بتكون من نسيج ضامة كده طبق خارجية هيت بتتكون من نسيج ضامة يبقى دلوقتي معي شريان ومعي وريد ده كده شريان وده كده وريد تعال نمسك اول حاجة كده بالنسبة لسمك الجدار او تعال نشوف الجدار باولا يعني الجدار بتاعهم بيتكون من ثلاث طبقات الطبقة الداخلية ده هي طبقة داخلية بتتكون من نسيج طلاقي طبقات سواء كانت في الشريان او في الوريد بتتكون من نسيج طلاقي ماشي بعد كده طبقة متوسطة هي بتكون من نسيج عضلي تبقى عبارة عن عضلات ملساء بعد كده في طبقة خارجية هي بتكون من نسيج ضامة خلي بالك الدم نفسه اصلا بيتكون من نسيج ضام اسمه ضام وعاية كلام ده خد نفس انا اولى تمام فالدم نفسه هو عبارة عن نسيج ضام وعاية فقولك مين من دول مين من التلاث طبقات بتوع الوريد او الشريان بيكون نفس النسيج بتاع الدم هتقولي طبقة الخارجية ليه لان طبقة الخارجية بتتكون من نسيج ضام يبقى عند جدار الوريد وقدار الشريان بيتكون من ثلاث طبقات طبقة خارجية طبقة خارجية من نسيج ضام طبقة متوسطة من عضلات ملساء بس طبعا بيكون اكتر فين بتكون اكتر في الشريان واقل في الوريد علشان كده الشريان ده بيكون نابض بينبض ليه بينبض لان الجدار بتاعه يقعد ينقبض وينبسط فبيكون نابض انما الوريد ده بيكون غير نابض الوريد بيكون غير نابض ماشي بعد كده عندي طبقة داخلية بتتكون النسيج طلاقي طبعا الطلاقي اللي بيكون جوه الدم بيلمس مين من الطبقة الطبقة طبعا بيلمس النسيج الطلاقي كمان الشريان ده ضغط الدم فيه بيكون عالي لان شريان بياخد الدم من القلب بياخد الدم من القلب يوديه للأعضاء وبالتالي الضغط بتاع الشريان ضغط الدم في الشريان بيكون عالي انما الوريد بياخد الدم من الأعضاء ينقله للقلب تمام فبيكون ضغط الدم ما له ضغط الدم بيكون قليل الشريان توجد كمسية الياف مرنة الوريد تكون عنده الياف مرنة لكنها من نسبة قليلة فيبه يمضل تواجد الالياف المرنة داخل الوريد بالنسبة للسمك القدار سمك القدار الشريان يوجد السمك القدار نفسه كبير لكنه سمك القدار الوريد بيبقى ضعيف بالنسبة للقطر بص بقى كتر الوريد اهو كتر الوريد كبير الكتر بتاع الوريد كبير لكن كتر الشريان بيكون صغية يبقى بالنسبة للقطر الكتر في الوريد بيكون كبير لكن في الشريان بيكون صغية بالنسبة لسمك الجدار سمك الجدار في الشريان بيكون كبير لكن في الوريد بيكون صغية بالنسبة لضغط الدم في الشريان بيكون عالي علشان كده مين اللي لو حصله جرح هيسبب مشكله هو الشريان علشان كده الشريان ده بيكون مدفون داخل العضلات لان ضغط الدم فيه عالي لو حصله نزيف هيعمل مشكله انما الشريان ده بيكون سطحي انت قلتلي دلوقتي ان الشريان ده بيكون نابد وبينيغ الدم من القلب للأعضاء وضغط الدم بيكون فيه عالي وبيكون عنده طبقة سميكة من العدلات يعني دي كلها مقومات بتساعد على نقل الدم داخل الشرياء لكن الوريد مش نابط والضغط الدم بيكون فيه قليل وعنده عدد قليل أو بينظر فيه تواجد الألياف المرنة أما المين اللي بيساعد بقى يخلي الوريد ده ينقل الدم الوريدة أقولك أنه بيحتوي على صمامات الأوريدة بتحتوي على صمامات يعني أول ما تلاقي الصمام كده تعرف أن ده وريد ليه الصمام؟ لأن الصمام ده بيعمل على مرور الدم في اتجاه واحد يعمل على مرور الدم في اتجاه واحد يبقى أول ما تلاقي الصمام تعرف أن ده ايه؟ تعرف أن ده وريد يبقى الوريد بيحتوي على صمامات طب بالنسبة للدم المؤكسش بقى أنا عندي الأوريدة كل الأوريدة بتحتوي على دم مؤكسش كل الأوريدة بتحتوي على دم مؤكسش دم غير مؤكسش معلش دم غير مؤكسش كل الاوردها بتحتوي على دم مؤكسش الاوردة الرأوية هي اللي بتحتوي على دم مؤكسش يابان عند الاوردة الدم اللي بيكون فيها ملو غير مؤكسش ما افضل ان ا ن together الاوردة الرأوية الاوردة الرأوية كل الشراين يحتوي هاتف على دم مؤكسج معدا العكس الشريان شريان الراوي بيحتوي على دم غير مؤكسج الدورة الدموية مخاصة بالرئة مختلفة من الأوردة بدم отдαι دم غير مؤكسج معادة مين? معادة الأوردة الرقوية تحتوي على دم مؤكسش الأورد الوحيدة هي الأوردة الرقوية معادة الشريانية يحتوي على دم مؤكسش معادة الشريانية رقوية أنه يحتوي على دم مؤكسش ưngee ubiqu liv gere أم بعل نقارن ما بينهم سريع للقل ده الشريان وده الوريد لو لاحظت سمك جدار الشريان بيكون كبير وبتكون من 3 طبقاته طبع داخلية من نسيق طلاقي وطبع متوسطة من عدلات ملساء وطبع خارجية من نسيق ضام أو طبع خارجية من نسيق ضام بس لو جيت بص على سمك الجدار في الشريان بيكون أكبر لكن سمك الجدار في الوريد بيكون أقل وقطر الوريد بيكون القطر بتاع الوريد بيكون أوسع والوريد بيكون فيه صمام أهو ده شكل الصمام وكل الأوريدة بتحتوي على دم غير مؤكسش مع عدل الوريد الرأوي هو اللي بيحتوي على دم مؤكسش وكل شريان بتحتوي على دم مؤكسش مع عدل الشريان الرأوي بيحتوي على دم غير مؤكسش طيب دي كده الأوريدة هيت دي كده شريان ده وريد برضو نفس الفكرة أو التجويف الصغير اول ما تلاقي فيه تويف صغير بتعرف ان ده شرياء اول ما تلاقي تويف كبير تعرف ان ده وريد ولما تلاقي صمام تعرف برضو ان ده وريد والوريد بيحتوي على دم غير مؤكسش انما الشرياء الدم مؤكسش مع عادة طبعا الوريدة والشرياء الرؤوية نجي بعد كنشوف الشعارات الدموية الشعارات الدموية هي الاوعية اللي بتوصل ما بين الاوريدة والشرياء بتوصل ما بين الاوريدة والشرياء طيب الشعارات الدموية هي بتتكون من طبع واحدة من الخلايا من نسيج طلاقي يعني انا عندي الشريان والوريد بتكونوا من 3 طبقات انما الشعار الدموية بتتكون من طبقة واحدة طبقة واحدة من نسيج طلاقي طبقة واحدة من الخلايا وكمان بتكون مسقبة يعني فيها سقوب فيها فتحات مسقب الجدار بتاعها بيكون مسقب فيه اخرام ليه عشان يسمح بتبادل المواد طيب الشعارات الدموية طبعا بتتشابه مع الشعارات الجزرية في ريقة الجدار بتاعها الجدار بتاعها ده بيكون رفيع ليه علشان يسمح بدخول مثلا وخروج المواد بدخول وخروج تبادل المواد سواء كان الاكسوجين او سانكسود الكربون او حتى الغساء يبال الشعارات الدموية ده هي بتتكون من طبقة واحدة من خلايا طلاقية وبيتكون مسقبة والجدار بتاعها بيكون رقيق علشان يسمح بتبادل بتبادل المواد طيب سمك جدارها طبعا صغير جدا بيكون واحد من واحد من عشر تلاف ملي متر وكترها بيكون من سبعة الى عشرة مايكرون الكتر بتاعها بيكون صغير برضو جدا كتر الشعارات الدموية بتلاقيه صغير جدا طيب بص بقى برضو ده تطبيق كده او سؤال الشرايين طبعا الشرايين بتتكون من ثلاث طبقات بتتكون من نسيج دم نسيج عضلي ونسيج طلاقي بس النسيج العضلة بيكون عالي عند الشرايين برضو الاوردة بتكون من ثلاث طبقات طبقة اثنين ثلاثة بس النسيج العضلة بيكون قليل أهوت شايف النسيج العضلة في الأوردة بيكون صغير لكن النسيج العضلة في الشريان بيكون كبير ماشي وبرضو النسيج الضم في الشريان بيكون أكبر لأن طبعا سمك جدار الشريان بيكون أكبر من سمك جدار الأوردة لكن الاتنين بيتطفقوا في نفس النسيج الطلاقي بيكون موجودة عندهم النسيج الطلاقي نفس الفكرة برضو الشريان والوريد والشعايات الدموية التلاتة عندهم نفس الكمية من النسيج الطلاقي فالشعرات الدموية بيكون عندنا سيك طلائية بس لانها بتكون من طبقة واحدة فقط يبقى ده كده الاختلاف ما بين الشرايين والأولدة والشعرات الدموية نيجي بعد كده للدم الدم هو عبارة عن سائل أحمر لازج البيئة بتاعه بيكون 7 من 10 وخلي بالك ده بيبقى قلوي ضعيف وده نفس البيئة بتاع مين بتاع الفم البيئة بتاع الفم برضو 7 و 4 من 10 كمية الدم بتكون من 6 من 5 ل 6 لتر يعني كمية بتاعت الدم من 5 ل 6 لتر طيب ده بيكون نسيج ضم نسيج ضم يعني كده هو نسيج ضم وعاق الدم واللنف نسيج ضم وعاق نفس النسيج بتاع الطبقة الخارجية للشرايين والأولدة الدم ده بيتكون من 4 مكونات اول مكون هو البلازمة والبلازمة دي بتشكل لي 54% بص لو انت روحت مثلا تعمل عينة او تعمل تحليل دم مثلا بيسحبوا منك التحليل ده بيبدأوا انهم يحطوه في انبوبة او الانبوبة دي يحطها في جهاز اسمه جهاز الطرد المركزي تعمل؟ فطبعا بيبدأ انه يفصل لمكونات الدم فلما يفصل لمكونات الدم بتشوف المنظر اللي قدامك ده فالدم بتكون من 4 مكونات البلازمة البلازمة هي بتشكل كام 54% طيب والجزئات بقى الخلوية كلها بتشكل لي كام بتشكل 46% الباقي طيب بتشمل ميمة بتشمل خلايا الدم البيضاء والصفاح الدموية اهو الجزء ده بس كده خلايا دم بيضاء وصفاح دموية والجزء المنتشر ده كله تبقى خلايا الدم الحمراء خلي بالك تحفظ الشكل ده لان ده الشكل الطبيعي ده الشكل الطبيعي لمكونات الدم لان لو اجاب لك شكل مثلا البلازمة نزلت فيه لحد هنا يبدأ حاجة مش طبيعية كرات الدم الحمراء مثلا زادت لحد هنا بدي حاجة مش طبيعية تمام؟ وهقول لك على مثال زي كده في الاخر ان شاء الله بس لما نشرح الاول مكونات مكونات الدم اول حاجة معي البلازمة وقتلك ان البلازمة دي بتكون 54% من اجمال حجم الدم 54% طيب مكونات البلازمة هي المية 90% يعني البلازمة 54% من كل الدم مكونات بقى نشوف هنا كده مكونات البلازمة مكونات البلازمة اول مكون معي المية 90% من البلازمة دي بتفكرنا بإيه مين اللي بيكون عنده برضه ما هي بنسبة 90% العصارة المعدية العصارة المعدية بيكون عندها برضه 90% بلازمة طيب بيكون عندها بروتنات البروتنات دول برضه بتشكل 7% طيب مين البروتنات دول معي 3 بروتنات أول بروتين اسمه البيومين ده أخذ نفسنا أولى كان بروتين بسيط تاني بروتين معي اسمه جلوبيولين جلوبيولين تلت بروتين معي ومهم هحتاجه بعد كده اسمه فيبرينوجين فيبرينوجين البروتين ده هحتاجه في تكوين الجلطة يبقى عند البروتينات كم؟ 7% طيب أملاح غير عضوية بتشكل 1% زي مثلا مين؟ أملاح السوديوم أملاح بيكربونات أملاح الكالسيوم وخلي بالك أملاح الكالسيوم دي أنا هحتاجها برضه في تكوين الجلطة يعني أنا كده لما أجي أكون جلطة دموية هحتاج حاجتين حاجتين موجودين في البلازمامين الفيبرينوجين وأحتاج الكالسيوم يبقى عندما لاحنا غير عضوية كلها على بعدها كم 1% مواد أخرى فاضل كده كم من 100% فاضل 2% مواد أخرى زي مين؟ زي نواتج الهضم مين نواتج الهضم؟ الأحماض الأمنية زي مثلا السكرات الأحدية زي مثلا فيتامينات زي فيتامين بي وفيتامين سي زي مثلا أجسام مضادة زي مثلا الفاضلات زي مثلا هيرمونات هيرمونات الغضة الضرقية زي السيروكسين ولا كل ده الحاجات دي كلها تلاقيها في البلازمة زي مثلا فاضلات بقى إسمها يوريا أما جاء أقول لك مثلاواh هي البلازمة لها ضر مناعي آآ لها ضر منائي ليه لها ضر مناعي لانها تحتوي على أجسام مضادة الجسم دلوقتي لما يجيله ده كده جسم غريبه بيبدأ الجسم ده يتكون له أجسام مضادة الأجسام مضادة دي تكون موجودة في متابعين في البلازمة اهي عشان خاطر تهاجم tac instead or to mainly أيها لها fordi الأجسام لمضادة التي تجيبًا قد تبدأ البلازمة لها بذور مناعي، لأنها تحتوي على المضدة بالفضلات، بالفضلات، الأطفلات amplias بعد كده بروتينات تلات بروتينات جاب يالبيومين غلبيولين فايبر جاه من كلمة ألياف فايبر يعني ألياف الفايبرينوجين ده هيحتاجه اثناء تكوين الجلطة وخلي بالك ده بروتينات بيكون زائب دائب في بلازمة الدم مفيش اى مشكلة في الحالة الطبيعية بيكون دائب اثناء تكوين الجلطة بيبتدى النووي يكون عدوية الفايبرين وبيكون غير زائب طيب ام لها غير عضوية واحد في المية وهم مين السوديوم والبيكربونات والكالسي ناشو غيرهم زي الكلور برضو وغيرهم طيب ومادة اخرى زي طبعا نواتج الهضم ندخل بعد كده على قراءة دم الحمرة ودي طبعا بتكون مستديرة ومقعارة الوجهين قريات مستديرة مقعارة الوجهين وبتكون الاكسر انتشارا في الرجل البالغ بتكون كميتها من اربعة لخمسة مليون مليون لكل ايه مليون قراء لكل مليمتر مكعب وفي الانسة البالغة بتكون من اربعة لاربعة ونص برضو مليون لكل ايه لكل مليمتر مكعب طيب هو ليه عددتها بيقل في الانسة البالغة بسبب ما تفقده الانسة من دم اثناء دورة الطمس يبقى لما اجا اقول لك في الانسة البالغة كمية الدم بتكون قليلة عن الزكر اه ليه بسبب ما تفقده الانسة من دم اثناء اه الدورة الشهرية او دورة الطمس الدورة الشهرية طيب عمرها بيكون كم؟ عمرها بيكون اربع شهور اربع شهورية يعني كم؟ يعني مية وعشرين يوم مية وعشرين يوم بتلف طبعا خلال الاربع شهور دول بتلف مية تنين وسبعين الف مرة مية تنين وسبعين الف مرة في الدورة الدموية يعني بتقضي الاربع شهور او مية وعشرين يوم بتلف في الدورة الدموية بتلف كم مرة؟ مية تنين وسبعين الف مرة طيب ما انشاءها بتتكون في نخيع العظام بتتكون فين؟ نخيع العظام نخيع العظام ده بيحتوي على خلايا اسمها خلايا جزعية سريعة الانقصام خلايا جزعية سريعة الانقصام خلي بالك نخيع العظام هو اللي بيكونه كرات الدم الحمرة وهو اللي بيكون لكرات دم البيضة وهو اللي بيكون الصفاحة الدموية يعني دي الحاجة المشتركة ما بين كرات دم الحمرة والبيضة والصفاحة الدموية كلهم بيتكونوا داخل نخيع العظام ليه؟ لانه بيحتوي على خلايا خام كده خلايا سريعة الانقصام سريعة الانقصام ده أنا عندي في الدايئة الوحدة بيتكون لي مئة مليون كروة دم حمراء في الدايئة الوحدة مئة مليون كرية كرة دم حمراء لكن ييه لكل دقيقة يعنينا ما يجي Young يجي jump in مليون كرية البم حمراء طيب مكان تكسرها هي بتتكسر في ثلاث اماكن بتتكسر في المكان اللي تنشأت فيه اللي هو نخاع العظاء. وبتتكسر كمان في الكبد بتتكسر فين؟ في الكبد. ليه بتتكسر في الكبد؟ علشان الكبد ده بياخد البروتينات اللي بتكون موجودة في كرات الدم الحمرة يعمل على تصنيع العسارة الصفروية هي العسارة الصفروية دي كان بيستخدمها فين؟ بيستخدمها طبعا بيعمل على هضم اللي تم دخل دخلn في بناء كرات دم حمر惊 طيب بتتكسر في الكبد علشان الكبد ياخد الرئيط اللي بتكون موجودة في كرات الدم الحمرة ويصنع حاجة اسمها العسارة صفروية العسارة الصفروية دي بتعمل على هضم الدهون فلما اجو أقوللك مين من مكونات الدم؟ مين من مكونات الدم ليه دور في هضم الدهون هتقول لي كرات دم الحمرة ازاي هتقول لي بتتكسر في الكبد والكبد بياخد البروتونات اللي فيها يصنع اللي بيها حاجة اسمع عصارة صفروية تعمل على هضم الدهون طيب بيتم تكسلة برضو في التحال ليه لان التحال ضه عدو مناعي عدو مناع بيحتوي على خلايا دم بيضاء والخلايا الدم البيضاء هنعرف دلوقتي من وظيفتها ان هي بتكون لها القدرة على ابعاد والتخلص من الخلايا التاليفة المتهلكة والمسنة ليه كرات دم الحمرة تتكسر بعد طبعا انتهاء فترة عمرها في التحال علشان التحال بيكون لي القدرة على التخلص من الخلايا التاليفة والمتهلكة والمسنة يعني ما راح شاكسرها في المعدة المعدة دي ووظيفتها هضم ملاقاش علاقة بحيطة انها تتخلص من خلايا تاليفة لكن التحال يقدر يتخلص من خلايا تاليفة طيب وظيفة كرات دم الحمرة انها بتنقل الأكسوجين وسنقسود الكربون تنقل الأكسوجين للخلايا وتاخد سنقسود الكربون تنقل للقلب طيب تحتوي على بروتين اسمه الهيموجلوبين بص كده الرئتين اهوت بتعمل كرة ضم الحمراء بنشبهها بعربية النقل تاخد الاكسوجين من الرئتين تبتدي توديه للخلايا وتاخد سانكسود كاربون من الخلايا ترجعه للرئتين طيب ليه لانه تحتوي على بروتين اسمه الهيموجلوبين مين اللي بيدخل في تكوين الهيموجلوبين الحديد الهيموجلوبين ده لما بياخد لما بياخد الاكسوجين بيتحول اسمه باسمه اكسي هيموجلوبين اكسي هيموجلوبين تمام وبعد كده بياخد الاكسوجين طبعا فين في الرئتين يعني عند الهيموجلوبين ده بيتحول للاكسي هيموجلوبين في الرئتين لانه بياخد الاكسوجين من الرئتين الرئتين هي اللي بيكون فيها الاكسوجين فبيحط طبعا الاكسوجين على الهيموجلوبين فبيتحول للاكسي هيموجلوبين طيب ولما بياخد ثاني اكسيد الكربون بياخد سانيكسود الكربون بيتحول لحاجة اسمها كاربا مينو هيموجلوبين كاربا مينو هيموجلوبين طب مين اللي بيدخل في تصنيع الهيموجلوبين هو الحديد علشان كده الناس اللي بيكون عندها فقر الدم فقر الدم او بنوعها الانميا الناس دي بيكون عندهم نقص في مين نقص في الهيموجلوبين وبالتالي اللي ننصحهم ان هم يأكلوا اكل في ايه؟ اكل في حديد زي مين البتنجان التفاح مثلا عصر لصمر الحاجات دي كلها بيكون فاح حديد عشان تصنع مين الهيموجلوبين لان بيكون عندهم مرض فقر الدم بيكون مثلا في زرقان تحت العين خمدان طبعا الجسم بيكون خاسس لان الاكسجين ما بيكونش واصل الخلايا بكمية كافية طيب الناس اللي بتكون عايشة في المرتفعات في الجبال والكلام ده كله لازم يكون عندهم كمية كبيرة من قرات الدم الحمر ليه؟ علشان خاطر المرتفعات بيكون فيها نقص في الاكسجين المرتفعات الاماكن العالية بيكون عندها نقص في الاكسجين وبالتالي عشان اقدر عوض نقص الاكسجين ده انا محتاجة ازود فيه كريات الدم الحمراء كريات الدم الحمراء وبالتالي لما اجيب لك مثلا عيني التحليل كده زي الدمنا دي ولاحظت فيها ان كريات الدم الحمراء هي زيادة طلعت لحد فوق هنا واقول لك مين الاشخاص دول هاتقل النا اشخاص دي ساكينة المرتفعات ساكنPe المرتفعات ليه ساكنة المرتفعات لان عندهم ك algunas دم حمرة ك Adeq ليهлена المرتفعات بيكون عندها نقص في الاخسوجين فلن محتاج اننا اعوض نقص الاخسوجين دا فبعوضه بزيادة عدد كرة الدم اليه الحمرة طيب اتاني كرة الدم الحمره بيكون فيها بيروتيني اسمه الهموجلوبين بيدخل فى تصنيع الحديد عشان كده يكون النفس عندها فاقر الدم او الانيميا بننصحه انهم ما ياكلوا حديد الهموجلوبين ده لما بيدخل الرقتين بيحمل اكسوجين فبيتحول باسمه اكسي هيموجلوبين يروح للخلايا فيفضل اكسوجين وياخد سانيكسود الكربون فبيتحول باسمه كربامينو هيموجلوبين لان اتحت بمين بسانيكسود الكربون ندخل بعد كده على خلايا الدم البيضاء خلايا بتكون عديمة اللون احنا بنقول على خلايا الدم الحمرة عديمة الانوية يعني خلايا الدم الحمرة ده بتكون عديمة الانوية. علشان كده مبقدرش اعتبرها ان هي اا يعني مقدرش اقول عليها خلايا. ليه? بقول عليها قريات الدم الايه? الحمرة. لان هي ما فيهاش انوية. عديمة الانوية. لكن خلايا الدم البضلة بيكون فيها انوية. بس بتكون عديمة اللون. يعني ما عندهاش لون. اسمها خلايا دم بيضاء شفافة. بس لاسها لها شكل خاص. مالها الشكل معين. لان في منها انواع. في خمس انواع حناخد بعد كافية حاجة اسمها في سنة تالت ان شاء الله. خلايا اسمها خلايا بلعمية خلايا قاعدية وحمضية فلها اكتر من شكل يعني بس ده شكل هو خلايا الانفوية خلايا قاعدية خلايا وحيدة النواية خلايا متعدلة خلايا حمضية خلايا بالعمية ففي اكتر من نوع من الخلايا وبالتالي ليها ما لها الشكل معين طب عادتها بيكون سبعة تلاف خلي بالك بقى انا عندي كرات دم الحمركة اربعة وخمسة مليون واربعة واربعة ونص طبعا في الانسة انما كرات دم البدا بيكون عاداتها قليل 7000 بس 7000 كرة دم بيضاء لكل مليمتر مكعب طيب عمرها بيكون حوالي من 13 ل 20 يوم ده برضو العمر صغير التانية كتاربع شهور يعني 120 يوم طيب منشأها بيكون المنشأ بتاعها فيه طبعا هي لها دور مناعي فبيتنشأ في جهاز مناعي اللي هو الجهاز اللي مفاوي وبتنشأ في الطحال وبتنشأ برضو في نخايا العظام زي يمين زي كرات دم الحمر طيب وظيفتها وظيفة كرات الدم البيضاء هنلخصها في كلمة اتمام بمعنى انا عندي اول حاجة بتعمل على انتاج الاجسام المضادة انتاج الاجسام المضادة تاني حاجة بتعمل على تعطيل المواد الغريبة التي تطلقها تعطيل المواد الغريبة التي تطلقها مين؟ تطلقها الميكروبوزات اللي هي الميكروبات بمعنى بص بق انا لو معايا مثلا وعاق دموي ده كده وعاق دمو هوت فبيكون في ميكروبات دخلت في كده ميكروبات هي تعملها تدخل اول ما بتدخل بتلاقيها بعملها ترمي مواد هنا ومواد هنا مواد هنا ومواد هنا مين اللي بيعمل على تعطيل المواد الغريبة دي هي خلية ضم البيضاء يبقى بتعمل على تعطيل المواد الغريبة طيب تلاتة بتعمل تلاتة بقى تبقى الميم مهاجمة الميكروبات دي يبقى تعمل على مهاجمة الميكروبات طيب بتهجمها ازاي؟ تجريحة لفة حواليها كده أولا وكلها وبلعها تبلحها يبقى تحيط بيها وتبلحها طيب الألف الأخيرة طبعا ابعاد الخلايا التالفة ابعاد الخلايا التالفة بتبعد الخلايا التالفة والمتهالكة والمسنة علشان كده فاكر لما قلت لك ان كرات الدم الحمراء بيتم تكسيرها في الطحال وكرات الدم البيضاء بيتم نشقتها في الطحال اه معنا عندي كرات دم الحمراء لما تبقى متهالكة ومسنة بتروح تموت في الطحال فبيكون التحالد عنده عدد كبير من كرات الدم البيضة بتعمل علي بعاد الخلايا التالفة والمتهلكة والمسنة طيب الميمة الأخيرة لا مش محتاج أنا في حاجة أنا محتاج الأربع حاجات دول بس يبقى إتمام دي كلمة إتمام دي بتلخص لوظيفة كرات الدم البيضة إنتاج الأجسام المضادة تعطيل المواد الغريبة التي تطلقها الميكروبات مهاجمة الميكروبات بتحيط بيها وتبلحها وإبعاد الخلايا التالفة نجي بعد كده لآخر مكان معي وهي الصفاحة الدموية وتبقى جزيمات صغيرة خلي بالك بقى حجمها ربع حجم كرات الدم الحمراء حجمها بيكون ربع ربع حجم كريات الدم الحمراء بمعنى بص كده ده مثلا لو قلت لك ان ده كده حجم كرات الدم الحمراء ده الحجم الطبيعي هوت ده كرة الدم الحمراء مين من الاختيارات دول هيكون هو الحجم الطبيعي لصفاحة الدموية هل يا طرى ده ولا مثلا ده ولا مثلا ده لا طبعا انا لسه ايلك دلوقت ان الصفاحة الدموية حجمها بيكون ربع الحجم فلو كان ده الحجم الطبيعي بدأ كرات الدم الحمراء يبقى المفروض ان انا جاي عند الربع هنا يبقى من الحجم الصحيح او اللي بيعبر لي عن الصفاحة الدموية طبعا هتقولي ان هو ده يبقى ده الصح ليه لان حجمها ربع حجم كريات الدم الحمراء جسيمات غير خلوية حجمها ربع حجم كريات دم الحمراء عدتها بيكون متين وخمسين الف متين وخمسين الف صفاحة دموية لكل ملي متر مكعب لكل ملي متر مكعب عمرها بيكون حوالي عشرة ايام عشر ايام طيب منشاها بيكون بتنشع برضه في نخاع العزاء نخاع العزاء الوظيفة بتاعتها طبعا هي بتعمل على تكوين الجلطة الجلطة الدموية تعمل على تكوين الجلطة الايه؟ الدموية وبكده انا بخلصنا كل مكونات الدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته